صباح اخي مشاهدين اهلا بيكم وحلقة جديدة من بنصب حليك زي ما تعودتم معنا دايما يوم الثلاث بيكون معنا فقرات متميزة اولى فقراتنا يكون خاصة بجهود الدولة في الدعم وتنمية التنمية بشكل عام للمواطن المصري من خلال المبادرات المختلفة وبناء الانسان من خلال يعني المبادرات زي حياة كريمة وتكافل وكرامة ومدى انعكاس هذا على المجتمع وعلى الانسان المصري يكون عندنا هذا اللقاء مع الدكتور ابراهيم البهي مدير تحرير جريدة الاهرام فقراتنا التانية يكون خاصة باهم قرارات لوزير التربية والتعليم ببداية العام الدراسي الجديد وده هيكون من خلال لقاءنا مع الكاتب بصحف الأستاذ محمد الشرقوي في مجلة روز اليوسف وهو رئيس قسم التعليم بالمجلة تكمل أخبارنا من اليوم السابع التخطيط 135 مليار جنيه إجمالي المنصرف في قرى حياة كريمة حتى نهاية سبتمبر من جريدة الأهرام انطلاق مهرجان القاهرة الدولي للجاز بمشاركة 16 دولة و28 حفلة تنطلق فعليات مهرجان القاهرة الدولي للجاز مساء الخميس 27 أكتوبر وذلك في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية في التحرير آخر أخبارنا الأرصاد انخفاض بالحرارة وفرص أمطار بالسواحل الشمالية والعظم بقاهرة 28 درجة تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السلساء استمرار انخفاض في درجات الحرارة ليسود تقسمائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم القاهرة العظمة 28 درجة والصغرة 22 درجة الأسكندرية العظمة 27 درجة والصغرة 19 درجة مطروح العظمة 25 درجة والصغرة 18 درجة سهاج العظمة 32 درجة والصغرة 20 درجة وأسوان العظمة 35 درجة والصغرة 22 درجة فقرتنا الحالية سيكون عن أهم قرارات الحاسمة بالنسبة لبداية العام الدراسي الجديد سيكون عندنا هذا اللقاء مع الأستاذ محمد الشرقوي الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف ورئيس قسم التعليم بالجريد أهلا ونسهلا بحضرتك صباح الخير عليك وصباح خير على كل مصري الحقيقة في البداية نحن نهتم جدا بالمراحل التعليمية المختلفة لكن خلينا نبدأ بأهم القرارات التي صدرت من سيدة الوزير خلينا بس أتفق الأول ونقول قاعدة عامة جاي بيها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجديد قاعدة العامة إنه هو جاي يستكمل ما تم تطويره في العمليات التعليمية إذن ليس بما جاء الدكتور طارق الدكتور رضا حجازي هننصف ما من تطوير في العمليات التعليمية الرجل جاي يكمل المسيرة ودي كانت التكلفات الرئاسية اللي أنت بتكمل المسيرة مسرتنا في تطوير العملية التعليمية هتنتهي في عشرين سبعة وعشرين طب إحنا بدأناها من كم؟ من 2018 يعني إذن في أقل من عشر سنوات المناهج التعليمية كلها حصل لها تعديل وتصويب وتطوير جديد من كي جي وان حتى المرحلة السنوية وتسع سنين في عمر دولة تغير كل أنظمتها التعليمية في التعليم قبل الجميع خلي بالك ده إنجاز كبير جدا جدا دول بتقعد كتير جدا بالسنوات اللي فوق العقد من الزمان علشان تطور مراحلها التعليمية إحنا وكمان اللي بيعمل لنا مناهجنا وتطويرها مش وقفين على المنتج المحلي أو الخبرة المحلية لأ ده إحنا بنتعامل كمان مع جهات دولية وجهات ومؤسسات ومنظمات لها باع طويل جدا في تطوير العملية التعليمية مش في مصر لا ولا في الشرق الأوسط على مستوى العالم بأكمل في الناس الأوقات بتقول المناهج جاي منين؟ لأ ده جاي من المنظمات وتكاتف ما بين خبرات محلية وخبرات دولية وعالمية فبنطلع بالمنتج ده نتفق أو نختلف عليه المهم بره بيتم تدريس مثل هذا المنتج طيب القرارات اللي اتخذها الدكتور رضا حجيزي الراجل جاي وعنده مجموعة من الأفكار المختلفة عن سابقه هو أول مجه بيفكر في عودة المشاهدة التلفزيون والقنوات التعليمية مرة تانية طيب هي دي ميزة طبعا ميزة النهاردة الدولة صرفت الكثير على المدارس على القنوات التعليمية بالضبط ولما نسأل ولبنا بتتفرج يا ابني على القناة التعليمية هيقول لك لا طب طول بنا حطط له القناة التعليمية يبص عليها بالليل بدون مربوط بها في المدرسة هو عمره ما هيبص على القناة التعليمية ليه؟ لأن الدروس الخصوصية متفشية لنا منطقيين وضحة مع الرأي العام وبالتالي الراجل قال إيه؟ الوزير قال إيه؟ قال أنا هعمل نسبة مشاهدة داخل المدارس يبطالف في حياته أصبح من ضمن منهجه يشاهد القنوات التلفزيونية مدرستنا واحد ومدرستنا اتنين ومدرستنا ثلاثة وبالتالي هيبقى فيه عملية ربط نفسي ومعنوي وتحصيلي ما بين الطالب وما بين هذه القنوات فإذ ربما من وجهة نظر الوزير الجديد إن القنوات دي تغني بعض الشيء عن فكرة الدروس الخصية فخصص لها 25% من كل مادة بمعنى لو المادة اللغة العربية على الطالب فيها أربع حصص هيبقى فيهم حصة لها 25% تبقى حصة منهم مشاهدة يعني نقدر نقول إن هي أعمالة السنة بس بشكل مختلف أها كلا برضو حارك على أعمالة السنة دي برضو مرتلطة بأعمالة السنة بأعمالة السنة أوكي أها بس أقول لها حارك يبقى هنا عندنا 25% من كوتة كل مادة دراسية هتبقى عبارة عن مشاهدة المنطق بيقول إن ما يتم بس عبر التلفزيون في نص ساعة يشرحه معلم الفصل في ساعة يبقى أنا كده بدأ توفر في الوقت ليه؟ طب الوقت ده هستثمره في إيه؟ هعمل الخطوة التانية اللي الوزير بيحلم بيها واللي الله يس دايما بينادي بيها الاهتمام بالمهارات وبناء الإنسان وبناء القوى العقلية والبدنية والصحية والثقافية فهاخد اللي أنا هوفره فيه من خلال المشاهدة وأقوم حطه في حاجة اسمها اليوم الدراسي اليوم الرياضي طب هو يوم رياضي بس؟ لا هو يوم رياضي ثقافي ترفيهي فني طب ده يتعمل؟ هيتعمل بالنسبة 25% في المدارس على مستوى الجمهورية طب هو ليه؟ ما خلاش مع أول العام الدراسي كل مدارس مصر تعمل يوم دراسي رغم أن كل مدارس مصر المفروض هيبع عندها مشاهدة 25% هو وجهة نظره لو أنا فتحتها على 60 ألف مدرسة مش هعرف ألمها ولا أعرف عيوبها وإيجابياتها آه مش هقدر أشوف الرد الفعل إيه أو اللتيجة المعوقات والمطبط اللي وقفت قدام تحقيق هدف اليوم الرياضي تمام؟ فقال أنا هعمل 25% على مستوى المدارس في اليوم الرياضي عشان هما يبقوا بنسبة للكتلة الحارجة اللي هقدر من خلالها أبص هقدر أكمل إزاي بقيت السنة عشان أوصل 100% هو هدفه كوزير أنه هو هيبدأ أول شهر ولا أول شهر نصف 25% قبل الترم الأولاني 25% أدى 50% الترم التاني يبدأ بـ 25% أضافيين أدى 75% قبل نهاية الترم التاني 25% أضافية يبقى كده وصلنا أن اليوم الرياضي بيطبق على مستوى 100% في المدارس طب اليوم الرياضي ده يوم بنلعب ونلهو فيه وخلاص بدون تقييم ولا بيكون فيه تقييم هنا بقى تكاتف ثلاث وزارات مهمين جدا كويس تكاتف ده هيبقى ما بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة طب أنا جايب وزارة الشباب والرياضة ليه وجايب وزارة الثقافة ليه علشان زي ما أنا بقول كده دول هيبقوا كبير البصاصين على المواهب اللي موجودة جو المدارس هتبقى المفرخة الحقيقية عشان نشوف أولادنا مين اللي عنده مهارات رياضية مين اللي عشان وزارة الشباب والرياضة تكتشفه نكتشف كل طالب يعني مين اللي عنده مهارات فنية مهارات غناء مهارات رسم فن أم واخدينه على وزارة الثقافة ويبدأ تدعيم هذا النشأ علشان يطلع عنده بناء للإنسان المصري ويطلع عندنا كوادر بشرية مهمة مش في التعليم بس لا في الرياضة وفي الثقافة وفي العلوم وفي مجالات مختلفة إلا أن تكاتف ثلاثة الوزارات بيحق هدف مهم جدا جدا هو أن المدرسة ما أصبحتش برخمة للعملية التعليمية أصبح فيها وسائل طرفية طب هو ده ممكن يتحقق أو ممكن يتحقق لو تكاتفت الجهود وخلصت النواية وأصبح هناك الحاجة الأهم من وجهة نظري لجان متابعة بدون لجان متابعة إحنا هنلاقي أن يعملين معجوة يعني إيه لجان متابعة يعني مكتب وزير التربية والتعليم عنده لجان متابعة لو سمعت اعمل جدول كامل لكل رجالتك في قطاع المتابعة ينزلوا يشوفوا لك التجربة الإدارات التعليم والنتيجة والنتيجة اتفضل كإدارة تعليمية انزل بنفسك شوف تجربتك اتفضلي كمدرية تربية وتعليم في المحافظة مرسي نفس المهام وبالتالي هنوصل أن كل اللجان المتابعة دي هتعمل إحصائيات هتعمل نقاط قوة ونقاط ضعف تتعرض على الوزير نطلع بشيغة محترمة وخريطة إزاي عندنا يوم رياضي حقيقي وليس للاستهلاك الإعلام طيب خلينا ننتقل أستاذ محمد إلى جزائل أخرى وهي مراحل النقل يعني هل مثلا فيه يعني قرارات خاصة بمراحل مختلفة خلينا نبدأ بالصغيرين خالص بالكيجيهات مثلا إيه الجديد بصحك خلينا نقول إن من كيجوان لتالتة ابتدائي اللي هي كيجوان وتو ولو تانية وتالتة ابتدائي دول في عرف العالم كل العملية التعليمية بتاعتهم هي عملية طرفيهية مش عاوزين نضغط عليهم ده لسه نشأ بسيط عاوزينه يتعلم ويلعب حين كان نسبة كبيرة جدا من نسبة تصرف في التعليم في المراحل الدراسية الأولى خاصة المراحل اللي ابتدائيه ليه بالطالب ما لقاش ما يستمتع به في حياته ولقى إن هو وهو لسه بيب صغير معقولة يكتب ويزاكر يعني الكيجيهات دلوقتي يا دوبك أحبي يا دوبك أول مقام قال لي خش على طول كيجوان دلوقتي لأن القانون بيسمح لكيجوان من ثلاث سنين وست شهور يعني حاجة ما فأجي أسقله أنا بحروف اللغة العربية وحروف اللغة الإنجليزية وكتب اسمك ويستمتع بتنمية المهارات وذكاءه إذا إحنا بندور في المحارة دي اللي إحنا نخليهم يستمتعوا بالعملية التعليمية يعني أكتر من إن هم يركزوا في الكتابة وطبعا هم اللي اتنين مشيين بالتوازل كل حاجة علشان كده لما الرئيس راح اليابان واكتشف التجربة والتوكاست والأنشطة اللي بتتعامل لليابانيين جاء لهم يا جماعة طبقوا لي الكلام ده في مصر ما هو حلم عايزين من ده عايزين من ده في مصر ما هو حلم الطالب مسؤول عن غرس شجرة في المدرسة بالضبط وغرس شجرة في الشارع نشاط في البيئة يعني يكون مهتم بالبيئة بالبيئة ومهتم باحترام الآخر بأن ربي الأنشطة دي بتربي فيهم القيم والاحترام عشان كده تلاقي إن اليابانيين عندهم عمل الوقت مهم جدا فانت تقول لي طب يعني عامل الوقت الثانية اللي الياباني عايز يروح فيها شغله الساعة تمانية يروح الساعة تمانية احنا عندنا ممكن تمانية ونص عادي نقول يا جماعة ده نص ساعة وتأخير مصر طب هي قيمة الوقت قيمة الوقت دي فرقت مع اليابان في ايه في اقتصادها طب فرقت في اقتصادها قدم النهاردة عجلة الانتاج لو مصنع بينتج وكل واحد اتأخر نص ساعة الانتاج بدل ما كان هيبقى 1000 هيبقى 800 يبقى اذا احنا عامل الوقت في الحياة هو عامل اقتصادي بس الناس مش ياخده باليان فقامنا عامل الوقت ده لا ده هو عامل اقتصادي او ده اساس النجاح عمتا عامل اقتصادي بالنسبة للدول بالزبط احنا النهاردة انشطة التوكاست عشان كده مصر عاملت مجموعة من المدارس اليابانية بتطبق نفس النموذج الياباني خاصة فيما يتعلق في الانشطة فتلاقي الطلبة في المدارس اليابانية نسبة الدراسة عندهم والتعليم قليلة ونسبة الانشطة اعلى يعود يعلمهم ازاي يحترموا الاخر والقيم والمبادئ والعادات والتقاليد اللي احنا ماشينا عليها بما فيهم ابسط الامور لو صاحبك واقع مع ان اضحكش وخليك ده مهمة جدا تلحد لما تتضبق في الناس بجري اشيال صاحبي وقوله مالك حصل لك ايه كنا عندي جانب انساني اه الجانب الانساني اللي احنا بعد كده لما بينمو بيبقى تنمر بالزبط وبالتالي انا بقلل من الفكرة دي طب نلجع تاني ان احنا عندنا من اولى من كيجوان لتالتة ابتدائي عندنا فكرة لان عامل المدرسة هو عامل طرفيه اكتر منه تعليمي بتتوازم ع بعض مش منفصلين عن بعض جينا بقى السنة دي وزير التربية والتعليمي انظمة تعليمية وتقويمية جديدة او امتحانات جديدة لربعة وخمسة ابتدائي وصفوف النقل والسنوية العامة وهو كان من وجهة نظري يعني فير جدا وشفاف جدا انه هو قال انا مش هدخل طلبة المدارس الخمسة وعشرين مليون طالب الا ما كل واحد داخل وعارف هو داخل هيعمل العامة الدراسي من اوله الاخره كنا في السنوات الماضية ويمكن الدكتور طارق شو كان موجود كنا ممكن نفجأ بقرارات وسط العامة الدراسي تربك اولياء والامور والطلاب ممكن كان دغس بنعانه لانه هو كان صاحب المشروع وبالتالي بيلاقي مطبق قدامه فبيحاول يعديه الدكتور ده كان موجود في المطبخ من زمان فعنده خلفية وكان ده ميزة ان احنا بنستعين بناس موجودة ايه في المطبخ فهو عارف ما تأن منه العمليات التعليمية وما تسعد به العمليات التعليمية طيب في عجالة استاذ محمد عشان وقتنا يكوننا حابين احنا نركز على فكرة المشروع المشروع الخاص بالابحاث بالنسبة للصف السادس يعني فكرة ان طالب يقوم بعملية البحث في المرحلة دي مهمة جدا لها بتوسع المدارك العالم كله ما عاد شغال على موضوع الامتحانات العالمة كله عاد شغال بموضوع السيرج وعندنا مدارس بتطبق هذا النظام مدارس مصرية حكومية لي مدارس النيل ومدارس استيم والمدارس الانترناشنال كلها في مصر ماشي على هذا النظام فاحنا حارمين ولدنا في المدارس الحكومية سواء خاص سواء حكومية او رسمية لغات او رسمية مميزة لغات من الفكرة دي فالدكتور ده من وجهة نظر ان احنا نعمل مشروعات بحسية للطلاب بواقع مشروع بحسي في الترمي في كل الترمي كويس البرمي الاولاني في مشروع بحسي والترمي التاني في مشروع بحسي الطالب يقدمه قبل الامتحانات باسباعي بيتقيم مع اعمال السنة اه جزء منه اعمال سنة طيب عبارة عن ايه؟ بيبقى لازم الطالب ينجح فيه طيب لو طالب ما نجحش في المشروع البحسي خلاك المشروع البحسي ده مش نجح طالب نجح مجموعة مجموعة لانهما بيتضموا مع بعض من ثلاثة لا تقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمس وبالتالي لو الطالب سقط او رسب في المشروعات البحسية هيضطر يعمله في الدول التاني اه يعيد المشروع طيب انما هي مادة عليها خمسين في المية لا تضاف الى المجموع لكن مادة رصوب ونجاح انا بشكر حضرتك جدا حضرتك نورتنا وشرفتنا استاذ محمد الشرقوي الكاتب الصحفي بجريدة روز اليوسف رئيس قسم التعليم بالجريدة نورتنا وشرفتنا حضرتك حياة الحضرتك